انا كنت هنا في يناير الحمد لله وكنت هنا في اكتوبر كنت هنا في ابريل السنة اللي فاتت واحنا جئين من بغداد امس ان شاء الله نروح للمكان تاني بكرة او بعد بكرة الفساد 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 مفيش دولة في العالم اللي وفيها فساد بيكون حجم الفساد على حجم قوة الدولة ومؤسستها والمجتمع المدني عشان ما نتحكش على بعض مفيش دولة في العالم كل اللي فيها ملايكة وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه الرب رسول الله عنه خير خير خطأونا التوابون مش كده برضك وإذا يعني لم تخطئوا وإذا لم تذنبوا وإذا لم تذنبوا إيه لا يتايتم بإيناس فيما مع الحديث يخطؤونا ويذنبونا ويتوبونا الله سبحانه وتعالى ما فيش دولة الفساد هو إن انت تنتهك مبدأ النزاهة ضد النزاهة على طول صح؟ مشكلة دولة خرجة من عصر صراع مسلح وعصر أنظمة قديمة متكلسة صعبة فيها دول عميقة كثيرة جدا 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 إنك تخرج وعايز من أول يوم يبقى العملية إيه؟ الدنيا ربيع والجوه بديع والعملية فلالة إلى آخر مش هيحصل مش هيحصل واللي يعجي يغني بسقف توقعات مرتفع ده مش عايش في واقع المجتمع فساد لي أنواع كثيرة جدا في العقود في فساد في الطعام في فساد في السياسة في العمل في الإدارة في الأخلاق لا تلبين في فساد في التخريب خرب المجتمع يعني أنا فاكر بعد ما سقط في بغداد من 14 سنة أو 13 سنة أو 15 سنة يعني تسرحوا كل الموظفين في دوائر الدولة فساقت كل الوزرات ما فيش أسوأ من كده إنسان يعمل المحتل لأي بلد في العالم إنه يعمل كده فكأننا بدأنا من الصفر كان كل الموظفين اللي كانوا موجدين في الدوائر الحكومية هنا كانوا شعورتين أبدا ولا كانوا كلهم بينتموا فكريا إلى فصيل واحد لكن في الناس عايزة تعيش لكن دائما فساد التخريب فساد الضوء العام التشويه أنا بتشوه سمعتك وبتشوه سمعتك الوضوء فساد الحال الأمر إلى آخر إلى آخر يبقى الفساد ده عندنا في المجتمع المدني في فساد في أي شركات في فساد لابد نحجمه لابد نحجمه ولابد نحاربه في العمل الإنساني قد يكون في فساد مما ظهر الفساد دي بقى الرشوة المحسوبية المحباة نهب المال والابتزاز معايا كل واحد عايز عين قريبه خلته عمته وجدته وابن جدتي وابن حارتي إلى آخر كلام ما ينفعش في العمل العام يا أخوانا المال مش مالك ولا عائلتك ولا مال حزبك ولا مال جماعتك على الآخر كنا نقول بمتالي الصراحة المال مال المجتمع أنت من حقك أن تدير المشروع من أحقك أن تدير المسجد لكن انظر لمن يتبرع للمسجد في الحارة هتلاقي 80 أو 90% منهم ليسوا من حزبك أو من جماعتك لا تسجد انظر لمن يصلي في المسجد هتلاقي أغلبهم من عامة الناس فلما ننظر لأي عمل مجتمعي هو ملك المواطن في الدولة والوطن بالدرجة الأولى يحصل الفساد لما يحصل فيه استئثار وإقصاء مهما تذرعنا بالأحاديث والآيات إلى آخرة فده جزء أساس يحصل الفساد لما يكون فيه زي ما تقول استفادة مباشرة هكون أنا صاحب شركة وعمل لي جمعية وكل العقود بمشيه عن صحابه وشركته مرفوض بلعكس أنا حافتي دلوقتي من حق أن أنا حافتي فاتوة شرعية لا إشنا من حقي صح؟ لأن أنا مش شيخ فاتوة مجتمعية من حقي مجرم 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 إنساني من استفادة لشركته أو لنفسه من جمعية خيرية ده رأيانا الشخص ممكن رأيي نحطه في الزبالة صح؟ ما فيش مشكلة أنا معانيش مشكلة كلام أنا بقوله مش قرآن لأن في ميلاد المجتمعات بيأتي مجموعة من انتهازيين تحت اسم الإنسانية تحت اسم الشعارات الرنانة ويبدأوا ها ينمقوا ويزواء ياما عدت على رأس دي دقت على رأس دي تبور طبلة كبيرة وعصايا وكذا وياما شوفنا وياما سمعنا وياما كلمنا فالذي حقيقة كيف يتقدم علينا ما نعتقد أنهم ليسوا على الملة لكنهم أضطروا قواعد العدالة اللي أجابها أرسالها الله سبحانه وتعالى في الإسلام وحققها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة من بعد والخلفاء الرشيل ثم 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 وبعد نحن بقى نسلنا ثم وعملنا نتكلم عن إيه نحن الأمة ما ينفعش لشان كده مش قادرين نبني مجتمع مش قادرين نبني مجتمع معنا فالفساد لي أشكال كتيرة جدا احنا بس نبصوا للفساد على أن واسلا واحد اختلب واحدة في جمعية يا لهوي صوتنا لا ده الفساد هنا هو رسول الله سلم هو صغير طفل مش ولد شافوا أن هم بي جاء واحد القصة بتقول إيه ملائكة يعني جاء في صورة يعني شخص عشان يسلع منه إيه المغرسة وداء المغرسة وداء لبئرة أو نقطة الفساد داخل النفس مصدر أو مصدر سوري أجزاكم الله أخير مصدر الفساد فشلوها منه ده مستثنى لكن أنا شخصيا بتكلم عن نفسي مصدر الفساد موجود في بقوا غالبوا وتغلب عليه وساعات بيغلبني كأي بشر لأن لأنا ملك ولأنا نبي ولأنا رسول ولأنا ولأنا ولأنتم كذلك صح أو الغلط لكن احنا شفنا إن حتى الرسول إن دي صفة الخلق في المخلوق لوصراع ما بين الشر والخير ده موجود فلذلك وإحنا بنبني مجتمع جديد لابد أن نكون حازمين مع أنفسنا وإننا لن يبنى المجتمع وسننقسم 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 وهنرجع نحبط ونحبط ونحبط أنا واضح ولا مش واضح سعب أقول كلام دا متقيل ووحش مش كده طارق شوف طارق كان راجل محترم ازاي يعني بيتكلم ورفع روحكم معنوية أنا جيت بهدلت الدنيا خلاص لأن بناء المجتمع بيبنى على الثقة والشفافية والشراكة المجتمعية والمحاسبة والمسؤولية أنا بحاسب نفسي قبل المجتمع ما يحاسبني زي ما سيدنا عمر قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزنه عليكم وتزينوا اليوم العرض الأكبر فكان بيحاسب نفسه وحط القاعدة الذهبية لأن هو كفانة واحد من آل الخطاب صح فرفض أن ابنه يكون خليفة ورفض أي ما فيش وراثة يعني معناها ما فيش استفادة كفافا فازاي احنا عندنا أمثلة حية وانطبق أمثلة لنا فيها شيء آخر وندعي بيها الإسلام أننا إيه نطبق الإسلام ونجيب من الآيات والأحاديث ما نلويه ونلوي عنقه فلذلك الفاسد الإنساني يرتكب جريمة ضد الإنسانية ليس فيه جرائم حرب فيه جرائم ضد الإنسانية لماذا؟ لأن هذا الفاسد أو هذه الفاسدة في كل هذه المجالات تحرم المجتمع من خير المجتمع ويستأثر أو تستأثر بها لمجموعة معينة وده خطر 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 يفتت المجتمعات ويفتت شمل حتى شمل الأسر إذا إحنا الأب جاء حابة لبنت عن ولد تتفكر أسرة ولد عن ولد بتتفكر أسرة أبعد ولد من المراس بتتفكر أسرة فشوف قديمة من الأسرة اللي هي أهم مؤسسة مجتمع مدني في الوطن إلى مؤسسات المجتمع المدني متكلم عنها دي المقدمة وسط المقدمة نخش ألا يا فادي بقى على إيه على الباقي إيه ده هذا بشغل وأنا حعرف شغل السلايد عمل كده أه تفكير الاستراتيجي ها التفكير الاستراتيجي دي بعد أركان السلوك الترباوي للمجتمع أنا مش عادي أستوى لأيكم في الكلام إن أنا بأتكلم كتير والكلام بيدي الناس بعكس طيب هتعشينا فين النهارد ها دي كلها أشياء لابد أن نجدها في أنفسنا إذا كنا إذا كنا نريد أن نصبح زي المطالة كان بيتكلم على الخمس خصائف بتاعتقائد المجتمعي خمسة دي جزء منها وعليها تركيز الوقت جينا الساعة واحدة تبقى الساعة واحدة الساعة اثنين تبقى الساعة الالتزام أنا عندي شيء ملتزم به إن أنا أعمله ما عملهش ليه ها المصارحة شو المصارحة ديه مهمة جدا إزاي الشفافية نخبي على بعض ليه التعاون بتتكلموا عن اللقم الشركات التنسيق التنسيق يبدأ وبعن التعاون يبدأ معه ها تعاون المشاركة التجميع ها وليس الاحتواء التفعيل الاستبار إلى آخر إلى آخر رؤية اللقم بتكلم عنها طارق إلى آخر كل هذه الأشياء تكون فيك أنت أو أنت ققائد مجتمعي لابد أنها تكون موجودة علشان نستطيع أقب بها المجتمع لأن الذي يقود المجتمع هو يقود المجموعة التي تتكون من المجتمع من الفصائل المختلفة والأعراق المختلفة والثقافات المختلفة والأجناس المختلفة واللغات المختلفة فلابد أن يكون له أو لها دراية المجتمعية والمعرفة المجتمعية بكل هذه المكونات دي حاجات كثيرة جدا لك تتاه يعني ممكن نسيب لك البرزمتشن مع فادي فادي يديها العالية علي يديها المحمود يوزع عليه كلها ايه والله ايه والله ايه والله العشاء ايه العشاء ايه تاني تاني يعني تاني حاجة مكلناش قبل كده ليمية مع فيه ايه ليمية دي معرفهاش يبقى دليمية باتشا باتشا ده ممكن المنصف المنصف لا المنصف جزاكم الله خير شوف كل الحاجات دي انا مش هخش فيها كتير جدا ان القائد دايما البعد في الاستراتيجية انك تعمل الشيء لنسبة شايفة تجد الفجوات في المجتمع وتبحث عنها وتبني فيها الانتزام تخطط المستقبل زي ما طريق قال تشتغل في الشيء اللي العامة مش عارفين يشتغلوا فيه يكون لك احتيات استراتيجي تنقش اهل اختصاص مفيش حد ساعي من النوم كده ويقولك يلا لا جزاكم الله خير نهيتك الكويسة ليك انت لكن عمل المجتمع لابد انت شفي واسأله اهل ايه الذكر واغل الذكر بس مش في الدين في كل شيء انا دايما بضل المسأل ده انا مراتي حامل في تسعة شهر هجيب نجاري يولدها ايه رأيك بشكوش كده وديله ويضرب عربطناها عشان يخرج العين ينفع الاخوات موجودة هنا يجيب نجاري يولدك ما ينفعش التواصل مع كل الناس حتى من تعتقد انهم اعدائك ويدفع باللاته احسن واذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه ولا يلقاها ولا يلقاها لدو حظا عظيم ما الصبر المعلومة نحترمها انتو كلكو خمسة وتلاتين واحد في الغرفة صح اقسم بالله ان عندكم معلومات كنوز اقسم بالله انا بأقسم بالله قسم وانا صادق فيه وعندي يقين عندكم معلومات كنوز لكن قد يكون احنا مش قادرين ايه نقدر قيمة هذه المعلومة لأسف عدم التقدير خلال تب مركونا عدم التقدير مركونا فاما ان انت بتستطيع تقديرها او تجيب حد يشوف المعلومات دي ويساعدك فيها احبالك الذاكرة والتاريخ لازم تعلم منه علشان تعلم من اخطائه ونتعلم من انجازاته في نفس الوقت تعليقات التغيير العرف والقيم والتقاليد الفكرة اللي عندك وربنا اديها لك دي مش ملكك مش ملكك اقولها تاني مش ملكك دي ملك المجتمع وملك الوطن وملك كل مواطن في الوطن اذا تصدرت للمجتمع فتعلم انك خادما لكل من في المجتمع اذا تصدرت للوطن فتعلم او تعلمي انك خادمة لكل مواطن في الوطن فكل افكارك تملك للشارع لكي يستطيع الشارع انه يحولها الى يحولها الى ايه يحولها الى مشاريع وثقافات وافكار الى اخره الى اخره الى اخره وكذا ها تنشأ النهضات وكذا تبنى الحضارات ها فلذلك لو الرسول صلى الله عليه وسلم قالني لفكرة الاسلام دي انا وقريش كان تشهر وراح اسيا وراح اوروبا وراح امريكا وراح افريقيا مش هو كان قرشي من بني هاشم لا الاسلام في بني هاشم بس ما ينفعش العالمين رحمة فمن فكرتك انت قد تكون الفكرة التي تنشئ حضارة ليه يتمتع فيها بس اهل العراق بل يتمتع فيها العالم اجمع اهل العراق اهه اهه طيب المرأة ذكرنا عنها الصبحية والحمد الله فيه النهاردة هل 25% من جدود من النساء اهه وفي بعض الشباب موجودين يكملوا حوالي 10% وده شيء جيد يمكن كان في بغداد حوالي 60% كانوا نساء وحوالي يمكن 30% كانوا ايه من الشباب والشباب كذلك انا عندي 60-70 سنة هكمل لقيمت ل140 ممكن يعيش كمان 70 سنة او عيش 80 سنة هعمل ايه صعب اوي لانا سيدنا نوح ولا سيدنا اي حاجة تانية اللي عاش يدعو 950 سنة لان ايه الزمن غير الزمن والقدرة غير القدرة والقوة غير القوة والشخص غير الشخص ان شاء الله يكون في وقت سيدنا نوح كانوا بيعيشوا 1000 سنة كانوا شباب لكن انا هنا راح بيخش في الخمسين ايه واللموت بتاعته بالدخمس والدخم بيطلع من افاة مش كده بردك ومن ودانه ومنخيره كأنه ماسك شيشا في ايده ولا ايه ارجولة ولا اسمها سمها ايه نرجيلة هي اسمها نارجيلة اصلاة النبي عليك وبتوع النار انت خبارة انا طبعا ما فيش داعي خلكوا على الحشيش في الافيون تكون انت اول عاملين واخر مستفيدين كذلك قدوة الاخرين ما تضيعش الوقت والجهد والتقات ما تضيعش معلومة دائما التواصل مع الناس وتستأثر برأيك ودي خطيرة جدا الاخرانية دي لا تستأثر برأيك وده اللي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديب دائما بنقول القصة صلح مقحف مغبن في غبن شريك جدا ومع ذلك كان يرى من الرؤية اللي كان بتكلم معناها طارق من قبل ساعة وساعتين يرى ان فيه الصلح استراتيجية مهمة جدا 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 لان وقت السلام الاسلام دين العقل ودين اللي هو اللوجيك المنطق لن يستطيع ان يتفهموا احد وهو يحمل سلاح وده اللي حصل في صلح دابية وحصل بعد كده الحق طبعا العدل معالقة الامو ومشاكل في مهدها اختيار شوفوا دي خطيرة جزا استهجروا يا ابي ان خالي ما استجاد خالي الامين اهل الخبرة والمعرفة مش اهل الحارة اهل الضيعة واهل الخالة واهل العامة صح ولا غلط دمي تقيل انا شوية كده وانت بتسأل الناس تديني صلاحية ما ينفعش اوظف واحد وقوله انت مسؤول عن مؤسسة ولا سلب الصلاحيات منه يبقى رئيس مجلس ده قاعد عد رأسه كده او رئيس مجلس قاعد عد رأسه لا ما تعملش دي اعمل لعنا مزاج انا طب ما انا مش حنجح ادتني وظيفة ادتني مسؤولية اديني وصف وظيفة وحسبني كل شهر او شهرين عن اداء ما عجبكش ادائي بعد سنة بعد سنتين اقول لي مع السلامة لكن ما تنطش عد رأسه لان انت رئيس مجلس دهره انا رئيس مجلس دهره توز فيه الف مرة ففي موظفين عندهم كفاءات عالية هم يقودوا الجمعيات خلاص في تخصصات معينة وانا كرئيس مجلس دهره احميهم وقولهم احنا عايزين ان ننتقل زي ما ترى كان بالكلفة الاستراتيجية انك تحقق شيء للمستقبل يلا يا شخص احققوا انت ونتقبل مع بعض كل مدة نراجع الخطة اللي احنا حطناها مع بعض لكن ادي اسأل من غير صلاحية ما ينفعش فيش مسألة من غير صلاحية خلاص كتير ده انا حسابه لكم على هموم ما تعجلش ثمرة مهمة جدا فيش حاجة هتطلع بدري عن وقتها كون دائما التفكه من لحظة تعلم مدارس النبوية الى اخر تعجل الثمرة ده واضح جدا في حياتنا اليومية وانا يمكن قلت المسأل ده في بغداد في مرأة بتولد طفل كامل بعد شهرين من الحمل يا اخي لا خلي النساء هم اللي يقولوا وانت لح تولد عجبتك قوي يعني طبعا لا فيه طفل بيتخرج من جمعه عنده خمس سنين شفت بقى في بذرة بتبقى بلحة بعد ما تحت في الارض على طول ربي ندال الحاجات دي كلها عشان نعرف مين فيه تدرج في الحياة فيه المو طبيعي في الحياة وما تقطفش الثمرة قبل ان تنضب هيروح المحصول كل طيب اه اطول انا اه من رؤيتنا السجلية للمجتمع المبادئ بتاعتنا الايمان الايمان بايه من اهم المبادئ اه في الرؤية الايمان الايمان بكل الاثناشر دول وغيرهم ده مش قرآن مجرد شخص زيكم بالزبط واقل منكم وحط النقاط دي كده الايمان بهذا ايمان بالنess ممكن اعمل اكون جزء من الحل او اقد الحل ها ممكن الايمان بالبحث الايمان بالاستشارة الايمان بالحوار المفتوح الايمان بالاسرار وال اه ان هناك حل ان هناك مشكلة يعني تعرف مشكلتنا ايه ان احنا نقولวنا ما عنيش مشكلة دي مشكلتنا دي أنا عندي مشكلة حواني عندي مشكلة ايه المشكلة انذكر طبيعا ضيقال ربنا سبحانه accumل لو أنتم أذنبتوا أو ما أذنبتوش سيجيب ناس يذنبوا ويطلبوا الاستغفار وأخفر لهم أنا زي كان اللي خلقني وخلقك قال كده أنا أقول ما عنديش مشكلة ليه لما أن في مشكلة عدم اليأس المراجعة والمرجعية اللي كان بيتكلم عنها طالح وما لحقيتش أنا يتكلم عنها كتير لكن لكن مهم أن يتكلم فيها الاستفادة متجرب الآخرين مش لأنهم غير مسلمين أو على غير المذهب ما ينفعونيش لا الحكمة ضلت المؤمن أن وجدها هو حق الناس بها خلاص والقول المأسور طلب العلم ولو فين في الصين واللي بعد الصين وبفي حتة بعد الصين هنروحها السفر والتنقل التجارب الآخرين لانفتاح المعرفة إلى آخرة ده بقى الكلام اللي احنا منتكلم عن دي كانت مرة أنا كنت قاعد الساعة كامة بالوقت يا فادي عشان أو اللي احنا قربنا دي اكتبوها دي مهمة جدا 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 اللي هي bring a list بالانجليزي وبالعربي اللي هي هنديها لكم والله كلها على الفي ميل في عشر نقط في تلاتين نقطة في تلاتين نقطة عشان نعمل استراتيجية اول نقطة كل نقطة فيهم بتتكون من تلات نقطة اللي هي اللي هي اذا الشيء بالانجليزي مكتوبة ازاي النظرة العلوية زي نظرة الطائر اللي بيحوم من السماء شايفينه النصر هو بيحوم ليه لأنه بيحدد المجال اللي هي زي ما كان طارق بيتكلم عن الملعب اللي هي لعب فيه يشوف فار يشوف عرسة يشوف ارنب يشوف اي حاجة ويروح ايه ينزع ده الهيل الهيل bird's eye view اه ده فوق ده كل لا عشان ايه منحل استراتيجي مش وحد كده فوركيشة هاديك فنكوش تاني ما احنا كلمنا عن فنكوش قبل كده لا رؤية الاستراتيجية فيها نقاط تحطها عشان تحدد منها خريط الرؤية بتاعتك واخبر حضرتك النظرة علوية الشاملة اللي هي bird's eye view بناء الجسور لازم ابن جسور من الحوالي ها هخلص انا بس خلق خلص لازم ابن جسور اتعلم من ابن جسور لانت تتحدي لي المعرفة الاسئلة basic knowledge ازاي انا حنحط الستراتيجية وانا ما عنديش فكرة عن المؤسسة بتعمل ايه او برمجها ايه knowledge عمتا يعني نمرة اتنين هشوف الايه الموارد اللي عندي resources هشوف الموارد اللي عندي اي موارد موارد بشرية موارد مادية موارد ثقافية اي شيء موجود عندي البحث احنا امة من لا يبحثه اصبحنا بعد موارد نحن امة البحث واقرأ والعلم والتعلم والفكر والتفكر اصبحنا انا نبحث ازاي انا هحط حلول من غير بحث ازاي مش هيكون في ميزانياتي جزء البحث اشي هتطلع ورقة ذات حيثية اصططيع اؤثر بها على بناء المجتمع تطوير دوري ايه سوري البحث والتطوير دوري لازم يكوني دور ان شاء الله كل زبال والله الزبال بيحترم نفسه لان هو عرف ان هو زبال انا دلوقتي دوري ايه يا طارق يا فادي لا 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 دوري ايه مسحراتي مبسوط انا انا مسحراتي عرف اني معنديش فلوس معنديش جمعيات كبيرة زي حالاتكم ودي ماشي بين الناس بطبلة اصحر الناس من نون خلاص عرفت دوري يبقى انا دوري ايه ها فش حد يعرف اغني الله افتكني بقى في رمضان ها يا صلاة هتغني انت كمان طيب النقطة التالتة الذاكرة المؤسسية لابد نحترمها حد فينا بيدون متى بدأنا وماذا عملنا الارشفة اللي داخل الجمعية ولا لا مريضا ما تعلم منها مين فينا بيكتب تاريخ المؤسسة مين فينا بيكتب الدروس المستفادة من اخطأنا والانجازات اللي عملناها ماذا استراتيجية احنا فاكرين الناس تقدموا عنها ازاي بيكتبوا 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 احنا بنكتبش ها الاسباريشن احمس الناس اللي معايا لا احبطهم ها وبعدين اللي هو الاحتواء الشمولي يعني ايه ان انا لا اقصي احد من المجتمع يعمل معي من الاعلاق المختلفة والثقفات المختلفة والدائدين المختلفة نمر 4 اللي هو ايه ماذا بعد ماذا بعد خلصت النهاردة في حاجة بكرة كان طريق بيكلم او فادي بيكلم عن اللي هو مؤتمر قمة الانسان من ساعتين في سبتمبر في برلين كنا في موجودين بنتكلم على ترتيب المؤتمر ده كان في 2015 فانا وانا قاعد في الجلسة بقولهم طب وماذا بعد المؤتمر ما ينتهي تلعف انكوش معنوه مش حاجة الله احنا جينا المؤتمر عشان المؤتمر وانا جينا المؤتمر عشان ما بعد المؤتمر لابد ان ننظر المؤتمر والورش لانها وسيلة لنتقل لمرحلة اخرى مش هي النهاية قد تكون البداية ماذا بعد دايما في اي شيء بنعمله نكتفي ماذا بعد لان ماذا بعد يحلق الطموح نكون احنا بنعمل للحاجة ولا نعمل للمال لو احنا اصبحنا اصحاب العمل من اجل الحاجة سيأتينا المال لان الله يضطر على نوايانا وعلى قلوبنا وعلى اهل الحاجة فيأتي المال فيما بعد نتوركينج تشبيك ابدا وهنا بالنسبة للمجتمع سينشأ من جديد ومؤسسات حديثة الولادة في مرحلة الطفولة او المراهقة حاليا لابد ان تعتمل التشبيك والتنصيق فقاعدة السيف في البناء المجتمع مفيش حل تاني كلمنا في الايتام في الصباح مع فادي وان في ايتام مكررة عند كذا جمعية وفي ايتام ما بتاخدش صح ولا غلط لانا ما بنعوش مع بعض وننسق قوائم الايتام اللي هو التشبيك والتنصيق طبعا نكون بنعمل من اجل الله سبحانه وتعالى اللي هي جد مبلك نعرف الجغرافيا بتاعتنا نشتغل فين انت قدرتك تشتغل على مستوى حارة او شارع او حي او مدينة او محافظة او وطن او قارة او عالم صح وبعدين نعمل مع مين مع قاعدة الشعبية لان الحل فين حل مش في روما ولندن وباريس والنيويورك والواشنطن الحل في الشارع اللي انت وقف علي المعاناة في الشارع والحل في الشارع ما تجيبش حد ببرشوتش نوت عليك من السماء ويقولك انا عندي الحل السحري فيش حل السحري يجي من السماء المجتمع يعرف مشاكله ويعرف حلوله فلابد انها نضع انها تكون متكاملين فريتنا مع اللي هو القواعد الشعبية في مدننا يكون عندنا تفكير بديل مش تفكير نمتي لازم اخرج من الصندوق اخرج من الصندوق ها يكون ما عندنا تموح ويكون عندنا حاجة اسمها الحد اللي هو المناصرة ولا يحدوا على تعامل المسكين من هما دول فويل المسلين لأنهم على ساتير المساهون أردت لذي يكذب بالدين هما اللي يكذبوا بالدين اللي ما بيحدوش على تعامل ايه ربنا كتابها دي من كم سنة يعني قاتك من نزلت من كم الف الف و ربعمية واربعين سنة تقريبا مش كده ربنا حطها قاعدة الذي يكذب بالدين هو الذي يعامل اليتيم معاملة سيئة والذي لا يقف لمناصرة اتعام المسكين وإحنا لقى دلوقتي مش عارفين نعمل حاجة اسمها مناصرة الفقراء والمسكين والأيتام والأرامل الى آخره الى آخره قلنا على القيادة ابي كده ليدرشيب كان نتكلم عنها طارق لابد ان احنا نكون مؤسسها معلمة ومتعلمة بمعنى ايه الكبير يعلم الصغار وصغار يعلم الكبير ما فيش حد فوق العلم زي المطالة كان بيتكلم قال لك القادة لابد ايه يدور نفسه ايوة ايوة لابد يعب مع ناس يعلموه ولابد هو كمان يتعلم ويعلم وما يستأثرش بالمعلومة دي دي هو الوحده فقط هي ملك المجتمع وبعدين نحترم القوانين نحترم القوانين لان حاليا انها بنعيش في عصر ها اصبح اسهل حاجة على اي حد ان واحد يقولك في كلمة دخل في حتة مخشي ها يقولونها بعد عشرين سنة صح ولا غلط الاشاعة اللي هي المناصرة اشاعة الحاجة يعني مش اشاعة يعني اشاعة طبعا هنا المفروض تكون مكتوبة ان هي اشاعة الحاجة المسكين الحد ليه الحد دي كده ولا كده اللي هي حد هالكو دي بس كلمة اشاعة هنا معناها اشاعة حاجة المسكين اخر تلاتة تكون مستقل ما يكونش واحد بيطلع القراره وقعد في البيت وانا رئيس مجلس ده ايه ما عنديه صلاحية قال ما اخذ انت عرف شكلنا وحش ورحيتنا مش مستحميين صح معروفة اخبالك الهوية فاي شيء لابد يكونه هوية شخصيتي ايه الهوية اللي كان بيكلم معنا طالق ليه في القيم والرسالة ها والمهمة الى اخره الى اخره الى اخره يا هويتك انت كل ما شئت لكن ايه عادل في الناس بمن انت من خلال الهوية اللي بتتضعها التكنولوجيا احترام التكنولوجيا انا ليه حاطت الخطين دول اللي هم التليفونين اللي هم عنديش فلوس هبحاوت ان انا اسجل لان فيه تكنولوجيا على اليوتيوب ولا عايزي يشترك معي على اليوتيوب اهلا وسهلا بقى الفادي حيديكم العنوان بتاعها مش كده يا فادي اوعى اوعى تقى اخذ انت لوحدك ها ليه لان فيه تكنولوجيا زمان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانتش فيه يوتيوب صح؟ اه؟ شعر 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 طيب بس شعر انت هنخليك تفقعنا بقين بعد كده تكنولوجيا ها؟ والمعلومات لابد نحترمها المعلومة لابد ان تحترم لان المعلومة اكثر اه يعني اغلى اغلى يعني ايه باللغة العربية الفصحة يعني اغلى اغلى اثمن من المال يعني المعلومة في جزء تكون هي قيمتها اعلى من المال اللي بيومتح لها وساعتها هنه بندل معاهم دي ببلاش اه احنا قلنا الاستقلال الاسپيرت اللي هو يكون انا عندي روح ازاي في المؤسسة يا شباب احافظ على الروح احافظ على الروح انا شوف رسول الله سلم قال ليه في الحديث صحيح خير القرون قرني هو المؤسس صح ثم 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 انا عايز الثم دي ان انا اعمل مؤسسة فيها روح كل واحد فيها شباب ورجال والنساء وكهول بينطلقوا بالروح دفعية 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 انا اصلا العربة بتاعي جاي من شبرة الروح الامن اللي لازم يكون عندي داخل مؤسسة في صرف المال في المحافظة على المال في المحافظة على المؤسسة الى اخر وبعدين النظم المستدامة اللي انا عندي لازم يكون عامل نظمها داخل المؤسسة نفسها فالتلاتين نقطة اللي اللي بنحطها نشوف احنا فيها مين احنا منها فين منها فين اخر واحدة الشفافية شفافية لا مش معروفة محمد طبقهاش ما هو انتبقهاش انتبقه لك تنظيم الوقت عملية مشيت لها تلاقيس ماجلس دار زي ما كان في القضية السورية وإلى الآن واحد يصح من النوم كده ويجي لك وقولك توزيع سلال يا ابني خلاص بطلنا توزيع سلال من سنة لا توزيع سلال المنح عايز كده رئيس ماجلس دار عايز كده الامر في العمل المجتمعي ما ينفعش لو اتحادنا هنقولهم مش عايدين فلوسكو صعب عن نفس بس اللي اتقلت لهم مرة هيتعلموا بعد كده الف مرة ان انت صاحب القرار في المشروع انت صاحب الحاجة وصاحب القرار في المشروع ما تجيب ليش مشروع ونزل عليها ببرشوت اخر واحدة ابني فريق عمل بناء فريق العمل مش سهل كيف ان انا احافظ على القوي وعلى الضعيف واقوي الضعيف واحسن اداء القوي وخلي القوي مجذوب لي لا تأخذه مؤسسة اخرى حتى لو كان امكانية ضعيفة وخلي الضعيف يقوى ليصبح قوي دي بعض النقاط اللي انا قلتها محطها معاكم علشان لما نتكلم على ما قاله اخونا طارق من قبل على الاستراتيجية وجوده منها دي حاجات احنا نحطها على الطاولة وننظر في جمعياتنا احنا عايزين نبني مجتمع قوي صح شيء انها مفيش حاجة ما قبينا مفيش حد فيكو يخرج من هنا وقولنا مش حابني مجتمع لا كنا احنا نبني مجتمع خلاص الامر الاخير عايز يقول حظي انا او حظ نفسي لابد ان اتنازل على جزء كبير من حظ نفسي من اجل بناء المجتمع وده هنا التحدي الكبير اللي يرجع للنقطة اللي كانت في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقطة السوداء دي اللي ازيحت كانش لا حظ من نفسه ولا حظ في الدنيا لكن احنا مازال حظ النفس عندنا لا انا انا اه 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 تشعرفيني ها 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 تطلع دي ها ها وانت مش عارف وبيقول ها دي معناه ايه معناه ايه اه ولا لا ولا بيهوهو ولا بتهوهو الى اخري الى اخري ويؤثرون على انفسي ولو كان بيه مخصص ما هو الاثار بقى لي انا بس انا اؤثر نفسي عنك مش اؤثر عنك اقول تلك انت عن نفسي يعني زي متقولي الاثار هنا والاسف مع الشخصيات دي اللي هي بتسبب الجزء اولا من الكلمة اللي هي فساد المجتمع او فساد الجمعيات اننا بقول لا مفيش اللعنة انا وبعد التفان my way or the highway يعني يا طريقي يا روحو مش عارف ايه ما ينفعش انا كده خلصت اذا كان عندك اي مدخلة او اي او اي او اي او اي اسئلة وانا خادم انت حضرتك تربط الكلمة اول واحد اخونا اللي وراك بكتور ابراهيم اتفضل هاي استطار هاي استكلم اه اه اتفضل اتفضل طيب هل في حتى عنده سألغة حتى ما تفكر عشان الوقت بيداهمنا الاخت نعطي الاولوية الاخت جاء انا كنت حاجة اعطي الاولوية ايه 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 ايه